اشتركوا في القناة بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم من دون توقف غير أن ذلك لم يكن على قدر الآمال أيدنا خطتك تلك على أمل أن توفر أمكانات مالية تساعد القطاع الخاص لكن للأسف لم نرى من ذلك إلا تأخير أقصاط القروض وقد ربطته البنوك بسرعة التسديد الفوري بعد انتهاء الظروف القاهرة من دون جدولة أقصاط وفوائد الأشهر التي جرى تأخير التسديد فيها بينما الواقع يؤكد أنه لن تكون لدى أي من العملاء الملاء المالية بعد فترة السماح بسبب تعطل الأعمال التي لا يبدو في الأفق أنها ستعود إلى نشاطها قريبا وهذا يعني أن لا يكون هناك أي عوائد مالية تساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على ذلك في الحقيقة كان القطاع الخاص يطمح إلى أسقاط تلك الفوائد وهو ما أقرته غالبية دول العالم فيما هناك دول تعهدت بدفع رواتب المواطنين في هذا القطاع كما هي الحال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بينما في البحرين فرضت الحكومة على البنوك إقراض الشركات والمؤسسات رواتب الموظفين ولثمانية أشهر بفوائد متدنية جدا ومجدولة على فترة أطول ولا يكون التحصيل فوريا كما هي الحال في الكويت استنادا إلى ذلك يطالب القطاع الخاص أن تحذو الحكومة حذوى بقية دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالرواتب وأن تكون الإجراءات أكثر مرونة وأن لا تبقى الأمور معلقة على الخوف من انتقادات بعض الذين لا يفقهون بالاقتصاد وجعلوا من أنفسهم خبراء العالم كله يعمل اليوم على تفادي التابعات السلبية للأزمة ويبحث الخبراء وصناع القرار في خطوات دعم كبيرة تصل إلى ضخ مئات مليارات الدولارات في الأسواق وتفرض الحكومات على البنوك أن تقدم تسهيلات كبيرة في الدفع فيما في الكويت لا تزال الحكومة تخشى الإقدام على خطوات من هذا النوع لسبب لا يخفى على أحد وهو الرضوخ لتهديدات بعض النواب هؤلاء يسعون إلى تحقيق مكاسب انتخابية ولا يهتمون للوضع الاقتصادي بل ربما يرون بزيادة المشكلات المالية فرصة لهم لتعزيز مواقفهم عبر اللاعب على حبال عواطف الناخبين فيما الوضع لا يحتمل أي مناورات ومغامرات لا شك ستؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية عميقة سيدفع ثمنها المواطن وحده ترجمة نانسي قنقر